الحقيقة أنه لا توجد محاولات جادة للخروج من الأزمة بل كل المحاولات التي كانت أولاً كانت بإعازة خارجي في إطار إقليمي أو حتى دولي وثانياً كلها كانت لإطالة الأزمة وليس لحلها ولذلك لما فشلت كل اللقاءات كل الأجسام الموجودة حالياً والتي فقدت مصداقيتها وفقدت شرعيتها انتهت صلاحيات المجلس التشريعي وانتهت صلاحيات الحكومة المؤقتة وغيرها ولكن هناك أدرك الشعب بحدثه الذي لا يجنه الصواب أن هناك إرادة مبية ليبيا وخارج ليبيا لإطالة أمد الأزمة عن طريق إطالة هذه الإجسام الميتة هذه الإجسام الميتة لم تعد صالحة للحياة ولا تستطيع أن تبت الحياة في المجتمع الليبي فضلاً عن قدرتها على ترسيد مخططات أو وعود يعني طال أمدها كل مرة وعود وراء وعود الفشل آخر محاولات لكانت نيتها سيئة وفشلة في آن الواحد هي المفاوضات في مصر متى جاءت هذه المفاوضات؟ جاءت بعد أن وقع الاتفاق شعبي على ضرورة الذهاب إلى انتخابات حرة شفافة ونزيها يكونه سيد لأن النواب يقولون أنهم عندهم شرعية من أين أخذوا الشرعية؟ من الشعب والحكومة المؤقتة بطريقة ولا بأخرى أخذتها أيضاً من الشعب والأجسام كلها أخذتها من الشعب ولكن هذه أولاً صلاحية مدتها الزمنية انتهت ثانياً أصبحت أجسام ميتة لا تستطيع أن تعيش هي ولا تستطيع أن تبت الحياة في المجتمع